موسيقى كان الناس يقولون فكرة هذي غير موفقة بعد الحين يقولون لا لا رك ملاح وهكذا نتناقشه المهم يعني ببار في موش عندوش علاقة بباني البشر وبالإنسان فقط احنا نجتهدو لإثراء النقاش في الجزائر لمحاولة يعني نعرفو بعضنا بعض نتواصلو مع بعضنا بعض نحاولو نعرفو كل واحد كيف يفكر ومهم احنا نحاولو إن شاء الله نخدمو لهذا الوطن نحاولو نخليو هذ البلاد هذي تقلع يعني نظن بأنو يعني نستهلو أحسن من هذا وميريت ميو يعني بالنظر الشي اللي عندنا الشي في تاريخنا وإمكاناتنا وغيرو ذا اليوم راح نولي ولي قرارات مجلس الوزراء اللي بارح كان أول مجلس الوزراء ذا ما نعود نقول إنه من 2018 من سبتمع 2018 ما شفناش مجلس الوزراء يعني اليوم الحمد لله كان مجلس الوزراء كان رئيس كان وزراء يعني راح يتحملوا مسئولية ويشتغلوا إلى آخره بارح كانت صدرت بعض القرارات هكذا في بيان مجلس الوزراء نعاو نذكر بها فقط قبل ما نرحب ضيوفي للنقش معاهم هذه المسألة هذي إذن في البيان نعطيه هكذا مختصر مفيدة قال بأنو الدولة ستكونوا إلى جانب الطبقة المتوسطة والهشاء يعني إحنا الشعب الرقيق كما يقولوا ضعاف رفع القدرة الشرائية لجميع المواطنين يعني نقدر رفع القدرة الشرائية لجميع المواطنين إلغاء ضريبة على أصحاب الدخل الضعيف ووضع خطة صحيحة متكاملة تكفلوا أو تكفلوا العلاج اللائق للمواطنين دراس كيفية الرفع من حصة قطاع الصحة ونتج المحلي الإجمالي في قطاع الصحة الرئيس تبون كذلك قال سنباشروا إجراءات تقويم الوضع العام للبلاد تقويمة دي مهمة جدا الرئيس تبون كذلك قال يجب استعادة هيبة الدولة وثيقة المواطن فيها يعني كذلك الجزائر الجديدة تستلزم إعادة النظر في منظومة الحكم والمشكلة كاملة رهو ثم يعني الرئيس تبون يقول يجب إعادة أو إجراء تعديل عميق على الدستور الوثيقة اللي رح تحكمنا يعني مئات سنين الرئيس تبون كذلك يقول يجب تعديل قانون عضو المتعلق بالانتخابات يعني باش نحبسوا الرداء ونحبسوا نعطيوا فرصة للكفاءة والناس اللي قادر على شقاها تشرع وتقترح وكذا إلى خيره ونحبسوا يعني شكارها وغيرها من المسائل الرئيس تبون يقول تكريس الفصل بين المال والسياسة نحكي عليها ريجات محاربة الردائف تسير يعني من الفوق يقول تسير عنده علاقة بالكفاءة قادر على شقاك مرحبا ماكش قادر على شقاك خلي اللي يقدر يسير هذه البلد هذه الرئيس تبون يؤكد على الالتزامات التي وردت في برنامجه الانتخابي الرئيس تبون يأمر الحكومة بإعداد خطة عمل وخارط الطريق خاصة بكل وزير يأكد كذلك على بناء جمهورية جديدة نحلموا بها يعني دون ما نتنكروا الشي اللي نضايع يعني نتحملوها مهما كان وما تعنا يعني ماذاك شاوي قالك الراعي شاوي الشيء تتاعو هكذا يعني تخرج على الطريق يخبطها يجرحها بصح ما يخليهاش للذيب كذلك احنا يعني جمهوريتنا هذي وتاريخنا وكذا نتحمله بالمليح بالدوني ما كان حتى مشكل الرئيس تبون يدعو الوزراء ليكونوا الأذان الصغية لانشغالات المواطنين مهم جدا تواصل الاستماع عدم التكبر على المواطن اسمع له يا أخوة اسمع له اسمع له شغالات وخليه يهدر اتباع نهج الحوار والتشاور وخدمة الدولة والشعب حوار مهم التشاور مهم يعني ما نضمش بأنه كان واحد وحده قادر يسير البلاد البلاد دي نسيرها كامل لأنه نعتبرها سفينة وسفينة رأينا نركبين فيها كامل إذا غرق نغرق وقع وإذا نجت نجونا جميعا إذن زيد ولا هذا وشكاين الرئيس تبون يجب اتباع نهج الحوار مهم زيد مباشرة إجراءات تقويم الوضع العام للبلاد مهم جدا كذلك تقويم الوضع العام للبلاد الجزاء الجديدة التي يطمح إليها المواطنون تستلزم إعادة النظر في منظومة الحكم إعادة النظر في منظومة الحكم يعني رأي يستطيعون تكلم على هذه المسألة هذه قال بالله لا بد من إعادة النظر في منظومة الحكم يعني الآن أكيد هو يملك فلسفة شعب الجزائري يملك فلسفة مهم راح نحن أكيد نتلاقاه عند نتقاطع عند واحد النقاط هكذا اللي المشتركة على جميع الجزائريين مش شاذه يبقى يقاسوا أو يحفظوا ولا يقاسوا عليه إذن رحم ضيوفي الكرام أستاذ عمر عمراني عمراني انت مختص في الماناجمنت والتسيير وانت صاحب فكرة منتوج بلادي برك الله هذي الفكرة هذه اللي عشقتها حينك هذا واحد اللي حب بلاده لازم يعشق فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللي حب بلاده لازم يمد هذي اللي بلاد مدت إنا كلش وما مدينها لهوال صحيح نهضره صراحا مدتنا كلش مدتنا الأمان مدتنا كلش نتمنى أن نتمكن نجد مكانا ونقدر نقدمه لهذه البلد هذه كما أسعد باستضافة الأستاذ حميدان عاس مختص الشأن التربوي والاجتماعي ومهتم ومتابع لشأن العام مرحبا بك أستاذ وساعدت كذلك بلقائك وساعدت بالحدث الذي يصنع الحدث إن شاء الله أمين نتمنى ذلك كذلك مباشرة وش رأيكم في القرارات هذه نبدأ مع الأستاذ عمر عمراني توجيهات هذه اللي قدمها الرئيس تبون ما بقاوش نقوله للمنتخب حديثا خلاص رئيس ما فيها يعني كي تشوف تركيبة تاع الوزارية نشوف فيها أمل فيها الشباب ما نشوفش مليه فيها شيئة تضخوا معك لا 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 فيها تحديد المسئولية مليحة ناخده يعني كمثل وزار التجارة ما عليك للي تهمك وزار التجارة والصدار هي الصحة البلدان قوية باقتصادها لا بجيوشها الاقتصاد هو الصح كيكون عندك اقتصاد عندك 44 مليون جون دي مرأة فهم المقصود تاعي مش المؤسسة أنا كي ما نفهمش نقولك ما فهمت لا لا حاشا لا لا نقولك ما فهمت عاود لي كي ما ندير للشيخ بكري نشوف الدول الدول القوة التحومة هي اقتصادية نعم مش بالمؤسسات يعني حبيت نقولك الأمنية ولا نشوفه احنا يقول قوية بس كوا عندها جيش لا 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 هي الاساس انت كتدير حرب والريزيرف استراتيجيك ما عندكش كلي ما درت ويله نعضره صراحة نعم هي الاقتصاد لو كان نشوف ان قووا الاقتصاد تاعنا والله غير رحوا بعيد والجزائر قادرة قادرة أنا نيت يعني كمواطن بسيط درت منتوج بلادي ودرت في الولايات أنا كنت ندير منتوج بلادي في العواصم الكبيرة كيما وارن والجزائر ومنا لقيتها ما عندهاش فوائد يعني كبيرة هذه الصالونات نقولك وعلاها لان مسكين البسيط هذك تعاليم تعالجزائر العميقة المواطن سيت وايانلندا هذك المواطن البحث مواطن هذك تتقورت ولا تتلوف ما عندهاش مسكين ولا تتعالباريد المركزي ولا تعددوش مورا نهضره يعني قاعك هالجزائر صح سمح لي هذو المواطنين تال المدن الكبرى عندهم شوية نفونتاج صح كين جزائريين اللي رام يصنعوا ويختارعوا في داخل الواطن واحد ما يسمع بهم أنا اكتشفتهم أنا روحت الغرداية وروحت الغرداية كين جزائريين ديروا أمور مساكن ما عندوش ليبن يهضر مع من يهضر البيبن قاع مغلوقين ويني روح يتصادم مسكين أنا كانوا كيكوت في الصالون تعملت وجملادي ما عندهاش كون يرافقوا نعم والله والو يتصادم ديفوه يقولولو يروح زعمة نهضره هذو خلاص يروح المؤسسة يقولو يجب ندخل معك باش نتشوكا أنا جاوني في الصالون تعملت وجملادي جاوني ناش يقولوا يعني نخدم في الغراج بسحك يولي لك وش يخدم تصادم في نو يورك ما يخدم أشيان أمريكا والله جزائري تلقى مختارة أنا اختراه واحد جاب لي واحد الأمور خدمها عم بلي جابها من توكيو عم بلي شتم شذوك اللي لانباديرو مننا قلت له هذي نشتغل في توكيو قلت له قال لي في غراج هذا هو ويمبغي أنه الدولة الجزائرية تمشي إلى مرحلة وين يقولي أنه في شي أي واحد ينتج حاجة معرفوها أنا جاي عندها الرقمنة شوف الجزائر حبيتون ننجحوا نقول لكم من هذا البلاطو الرقمنة شوف ما كاش حاجة كي تكون الرقمنة تكون الشفافية كل واحد يدي حق تقولي يقوله قاعد يخافوا بس كون احنا يا المسؤولين اللي رهم جنرال موكاين مشيق حاشا يقولي لتسرى دي أنتاك أكلم بالنسبوع شكومتا يابرق معنا طبعا وتطي تطي الاسبوار للشباب كيشوف بلي لترانسبارنس دوك أنا انتخر مني في حاجة أرواح تقدم وعلى هنا نجوز عليك بالمعرفة وأنا رادي للسلعة التائية نفهم أستاذ حميدة وش رأيك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قبل أن أتحدث في الأمر ذكرني صديقي بقول ويل لأمة تنتج تأكل مما لا تنتج وتلبس مما لا تخيط فمن توجب لدي هو تلك الصورة التي تعكس الاستقلالية بشموليتها أعود إلى موضوع الحديث أنا أصنف ويقول بأن نسميها بالآن أننا في اللحظة التاريخية اللحظة التاريخية ليست هي تلك اللحظة متعلقة بزمن بساعة اللحظة التاريخية في مفهمها السياسي الذي له انعكاسته على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارج نعم الآن أنا أراها أنني في المرحلة الثانية من بعض الانتخابات بعض الحرك الآن في المرحلة الثانية لمرحلة بيان رئاسة مجلس الوزراء نعم هذا البيان الذي يغطي فيه من شموليته بمكان لجوانب مختلفة سنتحدث عنها في المتاشر ولكن يبدو أن المتقرعة القرعة والي البيان تفهم باللي كين أمور مستعجلة كين متوسط المدى وربما كين بعيدة المدى شوية لما تقول مثلا لما يتكلم إعادة النظر في منظومة الحكم هل ما تشوش بأنه قضية إعادة النظر في منظومة الحكم هي محصلة مؤدات يعني هي نتيجة سنصل إليها من خلال مراحلة متعددة إجراءات متعددة وغيرها وكين أمور مستعجلة بينها أن الدولة ستكون إلى جانب الطبقة المتوسط والهشة منظومة الحكم أنا أصنفها ضمن النية التي تترجمها الاهتمام بالطبقة الهشة الاهتمام بالصحة الاهتمام بقطاع التربية الآن هذه كلها لماذا؟ لأنها هي التي تشكل الاستقرار الاجتماعي الاستقرار الاجتماعي والاستقرار السياسي الا الاقتصادي هم الذين يشكلان استقرار سياسي إذن الاستقرار السياسي هو الذي تتوجه منظومة الحكم منظومة الحكم هي الناتج لسيرورة سنسلكها في هذا المصار في مصار الصحة الصحة في منظورها الاجتماعي فأنا كم يؤسفوني ويحزنوني ويقض مضجعيك وكما يقض مضاجع كل الجزائريين حينما ترى ذلك الذي يتألم ويستنجد مالا ليعالج هناك في تركيا أو في غير تركيا صحيح ألا نملك طاقات من الأطباء ومن الجراحين ألا نمتلك إذن لماذا لم نصنع الطبيب أو نشجع الطبيب لماذا لم نصنع لن نبني المستشفى ونجهز المستشفى إذن هذه كلها تساؤلات التي من المفروض أنها كانت لا تطرح في دولة بحجم الجزائر يا سيدي دولة بحجم الجزائر لا نجد يفترض أن لا نجد فيها المتسول لأن الدولة بحجم الجزائر يفترض أن كما قلت لصديقي منذ حين وقلت لكم أنني يفترض أن أطبق علي ما قلت عمر وخطاب أمطيري حيث شئت فإن خارجك يأتيني هذا في الجانب مثلا الصحي الجانب التربوي يا سيدي الفاضل غدنا يبنأ في مدارسنا يعني اليوم اليوم غدنا يبدأ اليوم غدنا يبنأ في هذه المدرسة فنحن نشكل هذا الطفل أنا أرىها ممكن جريتني أنا أرىها في جانبين الجانب الأفقي اللي هو تلك التعلمات التي تعلمها الطفل وآنيا وكذا والجانب العامدي هو ذلك المستقبل الذي نستشرفه هنا وجود الاستشراف ضرورة الاستشراف لكن هذا الاستشراف لا بد كذلك أن يأتي وقد أشير إليه حتى في مجلس المزرع أو الوزير المكلف الاستشراف ما يسمى بصدق المعلومة هل المعلومة صادقة هل هذا الإحصاء صادقا نعم إذن نعود إلى فعل آخر الذي كذلك يؤسس إلى الحكم الجديد أو إلى الحكم الراشد أو إلى الحكم المنشود هو الصدق في حد ذاته مفهوم أستاذ عمر عمراني الآن تقين من الجزء وزارة كما قلت منذ قليل أنا في تقديري فيه الأولويات فيه الشي اللي ربما يكون في القريب المتوسط وكان يعني أهداف بعيدة يعني تقدر تسلنا شوية ولكن في نهاية من المحاصلة انت في تقديرك مثلاً وكان مثلاً اليوم تبوني شاورك من أين نبدأ يعني يعني مشكلة كبيرة نظن بالله رح نبدأ ومس سفر يعني كل المجالات تحتاج إلى علاج إصلاح من أين نبدأ يعني أنا رأيك مواطن جزائري لو كان الحاجة اللولة اللي نبدأ فيها هو الاستثمار في التربية لدول العظمى الاستثمار اللول هو في النشأ الصاعد اللي حبينا يكونوا عندنا رجال من بعد صادقين ووافيين وعندهم مراجع المرجع التاعي الرسول صلى الله عليه وسلم مشي بابا نويل مثلاً هذا القصاعة في المدارس الخاصة تعنا أنا عندي دلاري يجوا يقول لي نحن نديرو بابا نويل أو هنا عنا رسول صلى الله عليه وسلم ومبس عنا مولد النبوي تفاهم له ما تفاهمه هذا هو المرجع التاعنا التربية ثم التربية ثم التربية ولكن ربما أستاذ هذا هدف بعيد شوية بمعنى لا أنا نقول يبدوا نفكروا فيه ونش نقول لا ولكن هذا ربما ما هوش اليوم ما يتضحكش علي المشاهد ما هوش سيطة زينيورجانس يعني ما هوش مستعجل لليوم لأنه ثمارو راح تجنيها على 15-20 سنة معاك ولكن كين واحد الأمور ربما المواطن ما يصبر لهاش كين حاجة شوف العاجل العاجل أنا نفهمتك هي في سيرورة سيرورة نقدر نقول لك عندك الحق الحاجة اللولى الجزائر كقرة أنا 48 ولاية ولا 58 كما طلعت درك كما ما يقولوا يعني في الأخر أنا عندي عندي المشكل في الجزائر هو التواصل لا بدأ كوميونيكاسيان راو في الأفقي والعمودي مع الوسيتوايا ولا مع الدولة إحنا بناتنا بين ولاية ولاية ما كاش التواصل أنا جربتها ما نشي قول لك أنا درت صالون هنا في الجزائر في الجزائر في السيسي مع كلب دائرة مع دولي المؤتمرات جاوني زوج من ولاية واحدة حتى يجوني لتزير باش تعرفوا نعم وهما في ولاية واحدة ومستثمرين كبار ما فهمتش أنا تصادمت كيفاش انتوما من ولاية واحدة ومستثمرين في المجال واحد ما تتعرفوش حتى تجون لتزير باش تتعرفو عندنا قضية قضية التواصل ما كاش التواصل طيب مدى ما تحكي عن التواصل سي عمر عمراني هل ما تشوفش بأنه اليوم أهم التواصل هو أننا نناقش أمورنا يعني نناقش المسألة السياسية نناقش منظومة الحكم نناقش وضعنا في الجزائر بأعصاب باردة وبهضوء بارك الله يعني هل ما تشوفش بأنه أكبر اليوم الأزمة بلك لو كان سعب المجد تبون يعني يسرع الخطأ إلى علاج الأزمة هذه السياسية اللي رأنا فيها الآن نحب نسميها أزمة سياسية مجتمعية أزمة قيم نسموها كما نحبوه مهم كان أزمة كان مشكل بين الجزائريين بين السلطة ونظام الحكم وبين الشعب بدليل أنه اليوم في مجلس الوزراء قال استعادة هيبة الدولة وثيقة المواطنين بها سمحني نكمل لك سؤال ثانية ما تشوفش بأنه لازم اليوم على الأقل نسميها بمزدوجتين هدنا بارك الله فيك هذي راني معك شوف نقول لك هيبة الدولة الدولة الهبة تحقق صح المواطن فقد ثقة في الدولة أنا نقول لك وعليه نطيلك أمثلة للمواطن أو يعاني نقدر نقول لك من الحائط لو يخبط فيه المواطن مع الإدارة نطيق غير شوف أمر بسيطة ومن نورة في الضخم الأمور هي أنك تروح تحط ملف في الإدارة ما يعطيك شو يوصل إيداع قالوا كل قانون المشرع الجزائري رقم وقية 88 133 يضبط العلاقة بين المواطن والإدارة يقول لك لازم تطيق لووصل إيداع كي تروح يحط يقولوا من المدلكش وعليهم الكبابة يا أستاذ أنت علش تروح هذا أبسط شي أنا أبسط شي معلش خليني أنا نقول لك مالا نتكلم شوي على الأحزاب السياسية رح أنت أسس حزب سياسي ودعم ملف ملزارة الداخلية ما نجي تشلي أستاذ تروح للولاية تحط ملف يقول لك ما نعطيش ونهال يتشتكي يعيط لك الوالي كي تدخل عنده يقول لك كاتيني باللي حطي تقولوا ما عندش آية يقول لك رح تروح نديروا فاصل قصير ثم نواصل النقاش إذا كانت كرمتم إذن فاصل قصير ثم نواصلوا النقاش فبقوا معنا إذن مشاهدين كرام مرحبا بكم أنا أتكلموا على يعني تعليمات التي جاءت أو توجيهات التي جاءت أمس في مجلس الوزراء اللي كان قدمها الرئيس عبد المجيد تبون لرئيس الوزراء أو الوزير الأول مع الناشر رئيس الوزراء للجزائر ناشر رئيس الحكومة كذلك إذن للوزير الأول عبد العزيز جراد وكذلك الوزراء طاقة من الجديد للحكومة التعول لتعينتها مؤخرا أستاذ نعاس ربما كنت حاب تتكلم على توقفنا عند بعض الممارسات الإدارية هذه الممارسات ذهني الراسخ ذهني هو ممارسة السلطة وممارسة تسلطية أو السلطة ما هوش خدمة باستقديم خدمة باستقديم خدمة السلطة فيه الحزم فيه الأمر فيه كذا فيه كذا فيه كذا لأن بعضهم ينطلق بأن الذي نظر الأعماء إلى أدبي ينتهي العالم ويبتدى حيث أنا نعم وهذا يمكن نشر إليه في قضية فتح الحوار فتح التواصل الذي أشر إليه زميلي صديقي وكذلك فتح الحوار لكن عندما نتحدث عن الحوار كذلك فهناك إشكالية كبيرة نعيشها في منطق الحوار الموجود عادة لأن ينحرف في ظل ما هو متعارف عليه أن الحوار انحرف عن ما صاره لا يحمل مفهوم الحوار لماذا؟ يعني أن نوصلوا إلى نقطة نتفق عليها نقاط تقاطع أن ننطلق منها في حوارنا نعم والتي يمكن هي الهدف لكن ضبابية الهدف بين الطرفين أو بين الأطراف يؤدي إلى ماذا؟ إلى وجود يتحول من حالة الحوار اللي هي المحمودة إلى حالة صدم وبالتالي تكبر الفجوة بين المتحاور أو بين المتصارعين ولكن أستاذ هذه ربما لما نخذ الصورة الكاريكاتورية للحوار ما معنى الحوار أنك نتقابله في طاولة أنا راني منا أنت راكمله ربما الرئيس تبون عنده نظرة أخرى للحوار ما هو لمع هذه لمع تلك ولذلك ولذلك أقول لك لأن نبنيها نعيد بناء مفهوم الحوار طبعا ولكن هل ما تشوش بأنه ربما الرئيس تبون في رأسه يقول أن هناك إجراء شارع الشعب المواطنة راح يطالب فيها يعني طالب بها في منطوقه ومسكوته يعبار عنها يريدها يرغب فيها أنا حققها ولذلك كانت تذكرتني بما قلت مالك بن نبي لما يتحدث عن الكاتب الماهر والكاتب بارع يقولك أنه ذلك الكاتب الذي يتحسس أثر كلماته في السوق وفي المكتبة وفي المقهى وفي المطعم وفي البيت كيف هذه فهمني فيها بمعنى بمعنى لا بد أن نتحسس حال الحال الاجتماعي نبض الشارع نبض المواطن عندما نتحسس هذا النبض وهنا لك نكون قد نطلقنا في منطق الحوار والاستماعي للآخر ليس شب أنت قابلني أو قابلك أنا أحاورك من حيث لا التقيك نعم عندما تسمع إلي من غيري أن تراني نعم عندما تتحسس تلك الآلام وتطمح معي إلى تلك الآمال حين ذاك نكون قد أسسنا إلى مبدأ تحاور بلد دولة هذا ممكن أستاذ ولماذا وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غيرها نحن نغالب هذه الحياة حتى نجسد لكن إذا بقينا في حال في الحال الساكنة نحن لا ننتقل أنت إذا لم تتقدم فأنت تأخر إذا لم تتحرك فأنت تتحرك لكن لابد من المواجهة لابد أن نرى الواقعة بمرارته ونعالجه طيب أستاذ عمر أعمراني في تقديرك اليوم هل يعني الجانب الاقتصادي كذلك عنده بين الأمور المهمة جدا اليوم هناك أنا قبل الانتخابات الرئاسية وتنقول بأن نحن في إزمة ومحنة معناها كأن وطأة اجتماعية كأن واحد اللعب يتحملوا المجتمع ويتحملوا المواطن الجزائري ينبغي تسريع بإجراءات عاجلة لتخفيف كما قال الدولة ستكونوا إلى جانب الطبقة المتوسطة والهشة كيف في تقديرك الطبقة المتوسط أو الهشة هذه وش تحتاج كيف تقدر أنت تخفف عليها تخفف عليها أولا بالتواصل يعني الاعتبار ما عطيني قيم عتبرني كإنسان أنا إنسان هذه القيمة هذه إنسان في تقديري ورب العالمين تكلم عليها وما كان لي تكلم خير مرب العالمين قال لك ولا قد كرمنا بني آدم إنسان مكرم أعطيني حقي قيمتي كإنسان بعد مر الإنسان كمواطن جزائري أنا مواطن جزائري أنا ماشي مقيم في الجزائري أنا ماشي مقيم مواطن بعد المواطنة هل تشوف كيف يقدر يقيم الإنسان هل يوم الحق الإنسانية تعمل محفوظ في الجزائري شوف أستاذ سلطاني أنا باعتباري يعني مواطن جزائري قدرت الاحتكاك يعني بالناس تمشيت مني وربعين مولايات قدرت فيها نعرف العقليات نعرف شوف المواطن الجزائري عنده عزة النفس والله وما تطيلوا حاجة قدروا بارك اسمع له أنا هد يعني اللي رهم اللي رهم في الإدارة ولا عندهم هد بيسمعوش المواطن ما يقدروش وكي يعطي لك حقك يحسسك باللي دار فيك همزية هذه هي اللي اللي تغييد المواطن أنت تشوف أنا شفتها بعيني في واحد المستشفى أن الواحد من هذو الممرضين يجيب لك لا راديو يقول لك يقال له واحد قال له تشوف أنا يجيب لك لا راديو تاعت تشوف أنه دار فيها همزية مسكين هذك المواطن مرتبك تشوف يعني هذا هو اللي تخلي الإنسان ينفر من الدولتها ويقول لي المصدقيات طيح نعود أنا اللي كان يخذ برأيي المجتمع المدني يجب أن نقووه هو الصح هو العيون الصاهرة للدولة المجتمع المدني الحمى الحمى وين ننقيسها ننقيسها في المجتمع المدني مواطن مواطن البسيط ولكن هذا المجتمع المدني هل تتكلم عن المجتمع المدني اللي عارفناه اللي كان يتكلم عليه ولد عباس مثلا اللي كان في سمحني كان في وزارة التضامن ولا المجتمع المدني الفعال الحقيقي المجتمع المدني الضاغط سمحني لو كنتك تقول لي مثلا جمعية حماية المستهلك تعسيم صطافة زبدي صح مجتمع مدني وتضغط وكي تشوف أي غلطة ولا خطأ متعامل اقتصادي ولا تنبهوا كذا وتبعثلوا إلى خريق لا يسقمش روحوا في فيسبوك قال مباشرة العيون الصاهرة شكول هذا المجتمع المناعي هذو هما ليخدموا المصالح تلك البلاد والمواطن وليخدموا بأبن قاس يمدوا بتفاني هذو كومان منش الواحد ليجي ياخد السلطة باش يعمر مكتوب مش ميزاش علي الحاج بولنوار لا لا حاشا إنسان طيب حاج طهر بولنوار يغير شوية مصطفى الزمدي فحتى الحاج طهر بولنوار لباس يعني ماشاء الله يخزم تحت تجار قدامين شوف احنا المواطن البسيط ولا ما غلطش أعطي له المواطن البسيط قد ما يكون بسيط قد ما يكون عنده العزة قيمه بركة ولكن أستاذ وش هي خطورة أنه المواطن الجزائري يشعر في المخيال تاعه أنه هيبته أنه دولته ما عندهاش هيبة دولة هذي بك أنواله يعني الدولة هذي ما مكاش ما عندهاش هيبة اسمح لي لما قال استعادة هيبة الدولة وثيقة المواطن فيها هل هذي عندها علاقة فقط بقضية أنه المواطن يقول لي يعني يعني نعطه الدولة تعطي له قيمته المواطن ولكين مشكل كذلك لما المواطن يشعر بالدولة هذي رأي فيه خطر الدولة هذي لا تؤدي دورها كما ينبغي في 22 فبراير الحراكة ذا خرج لأنه الشعب الجزائري شعر بالدولة هذي رأي على حفة الانهيار استاذ نعاس أنا أسأل لا 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 في قضية لهيبة في حذاتها ممكن تحيلنا إلى مفهوم الحق والواجه معنى الدولة هذي تسق مروحة دولة تسق مروحة أيها والمجتمع سق مروحة نعم لأين تبدأ حقوقي وأين تنتهي كذلك الواجه نعم بحيث ليكون هناك توازن بين الحق والواجه هنا ماذا يتولد؟ هنا التولد هي بالدولة عندما يكون الجزاء من جنس العمل ما يصبحش أخدمي الشاقي على الباقي عبد لي هذه أستاذ أخدمي الشاقي على الباقي كما رأينا احنا حايوة كما رأينا احنا أستاذ إذن وبالتالي اللي ندفع الضاري بتعنا يعني نحواننا غلاصه جاعة وبالتالي لابد ولكن كان مراحظة أستاذ احنا نخدمه الشاقي هذا رأي يخدم طواعية طواعية لأنه يؤمن بأنه لو كان ما يخدمش الدولة هذه تنهار مرحبا اليوم يستدقى ينفرق بين مثلا مدرسة الفرنكوفونية في القانون تعتبر القانون يعني تنقاد إليها مكرهة يعني وغير طواعية مدرسة الأنجلوسكسونية لا لا ينقاد للقانون طواعية وكذلك 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 لا بد لا نفهم كذلك مفهوم هي بالدولة بالمنظور الدوغماتي تسلطي السلطة نعم بمعنى أن يمكن هي رجع إلى صحة التعبير لنعيد التوازن الاجتماعي والسياسي نعم طيب نمشي الآن للمسألة أخرى قضيت يقول ويدعو الوزراء ليكونوا الآذان الصاغية لانشغالات للمواطنين باش تشوفها أنت سي عمراني اسمح لي أنا لما هذه الوزراء لانشغالات المواطنين نتفكر بلي وحد الوقت في العاصمة أو في الجرح نتقول في العاصمة يعني في الجزائر خرجت واحد لاموضة يا أستاذ وليت على لاموض الوزير يخرج يعيق الصحفيين نروح نديرو خرجة ويشوف مسكين حلقة ضعيفة هكذا ويدير وزير والي ويدير بيه السينيما سامحني لازلتو أذكرو هذك المسؤولة في واحد المصحة في بولوغين جايز ولد عباس قال أفتحي الباب قال يودي الباب هذه ما عندي مفتاح قال أراك موقفة على المباشر دير بيها السينيما يعني ومبعد ولات نفس شي والي يهزئ أو أو يستهزئ أو ما يشع كيفاش يقولوها بلغة العربية يعني يهين يهين مقاويلا ولات ألمود هل تشوف بلي هذه طريقة تسير وانت مختص في المناجمنت أنا ما نشي نشوف فيها هذه النظرة السلبية عن المسؤول الجزائري لأن ما عندوش ثقافة الدولة عباك المسؤول الجزائري يعني وشي ثقافة الدولة لازم تكون لازم تكون عندك ثقافة ثقافة وشي مديرش تبهديل على المباشر مثلا ما متهينش المواطن ما مدقوش المجاهد هكذا وهكذا هذو رموز تاعي ما تقولوش خطينا أبو هريرة وعمر بنوغط ياتيك صحة بارك الله وفيك هذو هذو مراجعت تعنا هذو تعدين تعنا مدير انت متهين ومناش يعني يعني احنا شوف نطيك واحد النظرة أنا أنا في المجال الاقتصادي بكري كي كنا صغار في السبعينات كان عنا مرجع اقتصادي هي كان سوني تكس كانوا عنا ديروبار ليداهم راح بومدي الله يرحموا كي كبرنا بمراجع ريفيرون كنا نفتخروا بالسوني تكس كنا نفتخروا دوك النشأ الصاعد تعنا قولوا المراجع تعد دولة الجزائرية يقول لك همبورجر يقول لك تشيزبورجر يقول لك همبورجر يعني يعني ما عندناش ما عندناش ما عندناش ما عندناش كي ما يقولوا اتسوالوه ماذا عندنا من ديرو به في الجزائر صحة بصح ما يعرفوش مساكن ما يعرفوش ينون با شوف ينون با دو روپير سوسيتالي يعيطلو ما عندنكش روپير لازم يكون عندك مرجع شوف الشعب الشعب الجزائري المرجع التاعو باين مش طبا نوال وهذه وهذه عندنا مرجع ونفتقروا به المجاهد مجاهد مقدس لو كمشي ومانحنا هنا ولا المجاهد يتسب فهمتني احنا المراجع اللي كبرنا عليها كبرنا على الاعلام واحد كبرنا هكذا وبعد سامح لي ديتني لمشروعي مجتمع ياتيك صحة ديتني لمشروع مجتمع لازم يكون تغيير مجتمع من اعماق لان المراجع اللي كانت في وقتنا وكبرنا بيها كانت نبيلة كان بينا وشن هي المراجع التاعنا في الاقتصاد اباك تحكم واحد صغير او المخرج يقولي البارح صارت في ورق الارموضة تعلولات وانا شفتها فهمتني وش حبيت نقصد احنا المراجع التاع المراجع ما من يلوش محاكمة على المباشر على الهواء للناس ما تغتنمش السلطة تاعك ثقافة الدولة لازم تكون قيمتها لازم تكون اعباك ركل فوق ما عليش خلينا نتكلموا في قضية مشروع المجتمع احنا نظلون نحكي وش هو مشروع المجتمع لا يفهموني وش هو مشروع المجتمع أنا مشروع المجتمع الجزائر بين الهوية بين الدين تحى بين ما تديرونيش امور داخلية هذا وش حبي سيعمر عمراني هل تقبل انت يا يونال جيري بلوريال يعني جزائر متعددة ما تفردش عليها ما عليش نقبلها لكم دينكم وليا ديني لكم وطنيتكم وليا وطنيتي كل واحد في فلقة ما تفردش عليها ما تفردش عليها ما تفردش عليها حاجة لان ما نطش بيها شوف أستاذ خلينا نقول انا شوي داكور بلوريال وتعددة مختلفة متنوعة وزيادة في راس المال تحكيين واحد القواسم هكذا يلي ما بأينا أسمحنا ملاش كما يقولوا لسنا دولة اللقيطة يعني عندها تاريخ عندها عندها جذور عندها تضحيات عندها عرق عندها أستاذ كي تسمع أنت يقول لك يقول لك سمح لي نقولها يعني بلك ما شيف الاقتصاد يقول لك في الجيش الوطني الشام ما شي سالي لجيش تعليل الوطني أو خرج من العادة مدى الجيش يعني ما هذه هذرا هذي فهمت هذي هذي مدختيش فالرص ما هيش في بلاست أكثر حتى لفظ مشروع مجتمع أنا لا أحبي ذه ما عليش وش تحب لأحبي ذه لماذا لأن اللفظ أن أنا بني مشروع مجتمع وكأن مجتمع لا قياد بيد المشروع لا لا بدأ هذه هذي يقول لك إذن إذن خليني نقولها بالدرجة نحن لم نصبت نش تايا دولة عندها المعالي عندها كبار عندها ما قلناها مصباح من يبدأ الحصة وبالتالي يمكن نقول أننا نحن فاقدنا الكثير من مقوماتنا وصرنا نبحث عن ذاتنا عند الآخر أيوة وفي الفلسفة أستاذ بعدين ماذا حدث في الفلسفة أستاذ يقول لك البحث عن الآن شكون أنت أسبق من البحث عن الآخر لأنه لو لك ما تكون ش أنت هو أنت ما تعرفش من أنت لا تستطيع أن تتكلم مع الآخر ولا أن تحدث الآخر وهذا جسر وهذا الآن هذا كينونتي وجودي هذا له ميراثه له ميراث سنين أنا نعطيك مثلا في التربية نتحذف الرياضيات ونتحذف العلوم لكن لو رجحت مثلا القرن الخامس عشر على سبيل المثال أجد الناس محمد الأخضاري الذي ألف مدون في الرياضيات لو أننا طلعنا عليها أستاذ أنا كنت نظر بأن الأخضاري ما لديه علاقة برياضيات يا أستاذ كاتب صار عنده علاقة برياضيات وأما لأن هذه المدونة تكون معلقة بمؤسساتنا التربوية بحيث أنه بطريقة بسيطة بطريقة التنظم يأسس لك أن المتعلم كيف يتعلم مثلا من واحد إلى تسعة طريقة ذكية وهذا ليس غريبا حتى تأخذ في الميراث مثلا أو لا عندنا علماء علمائنا داروا قصائد قصائد هذا في الميراث مثلا كالن الرحبية أذكر مثال نعاود هذا رياضيات من أين جاءت وحتى هذه حكاية المنظومات له منظومة في فلسفة نعم في منطق وله منظومة في اللغة في النحو نعم من كيف استطاع أن يأتي بهذه المنظومات لأنه كان يعلم الأطفال وشكل بذاته طريقة بحيث يبني المتعلم وتعلمته انطلاقا من تلك وهي وظيفية الآن هذا موروث من الميراث موروث من التي يا سيدي يا رجل حتى في مجال الفن لا تخفي ما فعلت وكشف هواك في كلنا عشاق هذا القصيد قرأ لي مليح يا أستاذ قرأ لي مليح قرأ لي مليح يا أستاذ لا تخفي ما فعلت بك الأشواق وشرح هواك فكلنا عشاق هذه لمن هذا محمد والده التلمساني هذا كان رجل متصوف في مصر بنه بنه هذا توفي في ضوح الأشرينات وكان شاعر وكان في مصر كانوا يسمونه بالشاب الضريف لأنه كان واسيما جميلا وشاعرا إذن هذا الموروث المفقود هذا الكنوز المفقودة تنسيناها أو أهملناها أو جهلناها أو تجاهلناها وصيرنا نبحثه عن ذاتنا في شكل آخر في منظومات أخرى المنظومات الأخرى ولو في الجانب العلمي هي تشكل بناء لكن لا بد أن منطق الحضارية يبنع التكامل لا يبنع على الآخر فقط أنا إذا أردت أن أبني ذات أين أنا موجود في ظننا الكينونة من هنا تتشكل معالم الحوار من هنا تتشكل معالم الاستماع من هنا تتشكل معالم بناء الدولة المستقلة بشخصيتها وجذورها وأبعادها وهذه هذه أستاذ عمراني هذه الأمور هل ما تشوفش بأنه تشكل مناعها إحنا نعلم بلك يعني بلك الجزائريون لم يكتشفوا بعد ذاتهم ما زال ما اكتشفناش أستاذ المخاطر اللي الحمد لله سلكنا جزنا عليها هكذا كما يقولوا ونفروا لي لوريس ماشي لوريس يعني مخاطر الكبرى قبل 22 أبريل يعني قبل قبل الحراك دولة كانت راح تسقط هل ما تشوفش بأنه اليوم أستاذ هذه المسائل هذه التصالح مع تاريخنا مع هويتنا مع شخصيتنا مع وطننا مع دولتنا مع بعضنا راح تشكلنا مانع أو تشكلنا يعني مناعة مناعة تخلينا نقدرون نبنيه يعني الروح والمستقبل هي التعامل مع الذات تعرف على الذات هي الصح تشوف الوحل لكم ما يكونش عنده مرجع ما يقدرش يروح بعيد لازم تكون عندك المجتمع ما عندوش مراجع يدير مراجع تعالغير يقول لك مبحر أنت عندك مراجع عدة ماشي تاعك ماشي من صلب ثقاتك ماشي من صلب ذاتك يدير مراجع واحدة أخرى والمراجع التاع تخبيه يعني لو تجهل أنا وحكيت لك على كيل مدارس نهال يجي المولد النبوي الشريب كالحادث نهال يجي بير نوال و لفند لاني يجي انا صارت لي نو احنا ما نقدوش نرب ولاد نعنا هاتشي فتنشئ جيلا عقا لدولته ورحبانه وثوابته وغويته وانتي ماذا نزيد ناطق معلومة واحدة أخرى ما تطول شوف أنا الكارثة هي أن المنظومة التربوية في الجزائر هي كارثة نقول لك وعلا يا رحمة بك أنتك تشوف ولد تعتلت سنين طفل وولد من نشأة وعنا يعرف اللغة الفرنسية تقول انت بابا كلمة ما يعرف بالرومية وولده تلتسين في عمره يعرف الفرنسية تقول بالعربية ما يعرف حتى كلمة قول لك لأنه أدرك الأباء والأمهات وكذلك للأسف أن الفرنسية هي لغة الخبز بارك الله كما قال كما قال وكبارنا يعني وهذا عيب عزي علينا لازم يتغير هذا الأمر نحن أولا حبينا نتقدموه هي المنظومة التربوية ثم المرض ومطرويات لإنشاء النشء صالح للوطن ولضامي للأمة نتمنى ذلك إذن أستاذ عمر عمراني مختص في التسيير وصاحب فكرة ومشروع منتوج بلادي أشكرك جزيلا شكر متمنى ونعود وننطلقاو بك ونعود ونبعث هذا المشروع تعمل نتوج بلادي لأنه في النهاية لما تكون بلدي تنتج أنا نكون غني نكون غني أما بلد لا ينتج راح تنتمي لدولة فقيرة يعني ننتج فقير أستاذ حميد عاس مختص في الشأن التربوي والاجتماعي والفلسفي والصوفي ونحن تلاقاوه بك كثير من فاللمسائل هالياء لو سبحكي ولو لحظة ذكرت أن جبران خليج جبران كان يركب وسافلات مع زملاء له وأثناء لوجبة للإفطار يلله يلله حال لكل واحد لأنه زعب طربوشه واحد منهم قال لماذا تدع الطربوش وكذا وكذا قال له يا بني عندما يكون قائد السفينة عربي عندما يكون الأكل عربي عندما تكون سفينة من إنتاجك عند ذلك سنضع طربوشنا ولماذا نعم إذن أشكرك جزيلا شكر أستاذ حميد العاس كذلك عمر عمراني أشكركم مشاهدين الكرام سعيد كذلك بخدمتكم أحباكم غدا إلى ذلك من الحين إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة